الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نفدن الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بل الذين هم عن اللغب معرضون بل الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزبادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم الفارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماتنا عن الخلق غافلين فأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض بإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فباكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرتان تخرد من طورسين أتنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نستيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ما أهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استبيت أنت بما معك على الفلك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المؤمنين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله أكبر